الله أعزل ما أمرك بالصيام حتى تجوع ما أمرك بالصيام لا أعزل حتى يمنعك عن الطعام أمرك الله عز وجل شانه بالصيام أولاً امتثالاً لأمره الله قال لا تأكل لا نأكل هو الذي رزقنا وهذا الوقت في النهار من معتاكل كله في الليل لا تأكله في النهار هذا الوقت ممنوع لماذا يا رب أنا رزقتكم وأنا أرى أريد أن أرى هل تتمثل لهذا تجد الطاعات تتعلق بالنعم الطاعات اسمع ها هذا انتبه عليها الطاعة تتعلق بالنعمة يعني اسمع بالله دقيق أرجوك أعطني عقلك الطاعة تتعلق بالنعمة تجد نبي صلى الله عليه وسلم من مشى للمسجد نعمة القدمين توظيف النعمة من مشى للمسجد ها شوف توظيف ماذا النعمة حتى مسألة السمع هذه السمع ها أنت لما تستمع للقرآن تنى الأجرة ها فاستمعوا له وأنصتوا ها إذا استمعت للقرآن ماذا لعلكم ترحمون توظيف النعمة شوف أنت زين الله أعطاني مال نعمة مال تعال وظف النعمة زكاة فتجد أن أغلب الطاعات مقرونة بالنعم أغلب الطاعات مقرونة بالنعم لهذا أنت لما تأتي للصيام نعمة الطعام والشراب فأراد الله أن يرى هل تتمثل في الطعام والشراب كنعمة أن تمتنع عنها لأجلي سياسة الصيام فلسفة الصيام يعني كلمة الزكاة الله لما فرض عليك الزكاة يارى الله سبحانه وتعالى هل أنت تتمثل في أمري بحبك للمال أن تخرج من المال امتثالا لأمري نعم يا رب هذه الزكاة السمع هل أنت تتمثل بنعمة السمع أن لا تستمع للغناء نعم يا رب لن أستمع للغناء اللسان هل أنت تتمثل بنعمة النطق اللسان أن لا تغتاب نعم يا رب سأطبق هذه النعمة فإذا الطاعات متعلقة تجدها في النعم لهذا لما أمرنا بالصيام تعال نعمة الأكل والشرب والشبع هذه موجودة سأراك تتمثل بأمر أم لا الصيام من الفجر حتى المغيب تتمثل بأمري نعم سنتمثل ثم الصيام لم يفرض علينا فقط يعني أنت لما توسوس زين فرض على يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لسنا الأوائل في الصيام سنة هذه من الأنبياء ما من نبي إلا وصام وأمر قومه بالصيام سنة سنة الأنبياء من قبل فرض عليهم فإذن هذه الطاعات أنت لما تتوسوس بها ويدخل عليك الوسواس استخدم هذا استخدم هذا الدين لا يمنع من توظيف العقل الدين لا يحب الحمقة ولا يحب السذج ولا يحب الدين الذي يسلم عقله كالقطيع خلاص يمين يمين شمال شمال ما يحب الدين هكذا الدين يحب الرجل كما قال لما جاء الصحابة لما أصيب بالجنابة وهو مصاب برأسه قال هل أتيمم قال لا نجد لك عذر فذهب فاستحم اختسل من الجنابة فمات قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله توظيف عقل الدين هو عبارة عن توظيف للعقل بما يرضي الله نقول بما ماذا يرضي الله فأنت لما تأتيك وساوس للطاعة اعلم أن هذه من الشيطان